توجه وفد منتخبين الوطني الأول لكرة تقدم صباح اليوم إلى دبي للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل ويت المعسكر استعداد لمواجهتين منتخب العماني بمسقط والفلسطيني بالعاصمة القطرية الدوحة المقررين لهما يومي العاشر والخامس عشر من أكتوبر القادم وذلك ضمن جولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لإنهائيات كأس العالم الـ 2026 التي ستقوم بشكل مشترك بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك واختار المدرب الإسباني خوان أنتونيو بيتزي 25 لاعبا لمعسكر الأزرق وسيغيب عن المعسكر لاعب الكويت الذين سلحقون بالوفد الخميس المقبل حيث سيشاركون مع الأبيض في مباراته أمام فريق الحسين إربد الأردني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدولي أبطال آسيا